المنتزه الأعجوبة الوصف الأقرب الذي ينطبق على منتزه السكون الواقع في مدينة التربة إلى الجنوب من محافظة تعز وعلى بعد نحو سبعين كيلو مترا من مركزها والذي شيد على قمة جبلية صخرية ترتفع أكثر من ألف وخمسمائة متر عن مستوى سطح البحر بسبب الحرب في تعز تغلقت بعض الحدائق وبعض المنتزهات وتوقع الناس إذا انتزهنا هذا وكثافة حضورهم في العطل وأيام العيد على قمة هذا الجبل الشاهق تفننا مهندس من أبناء المدينة في نحط هذه التحفة المعمارية والتي تتطابق مع التراث المعماري اليمني الأصيل في صورة تعكس قدرة اليمني على تطويع الطبيعة الصابة وتسخيرها في شؤون حياته ابن قسر وفي غرف منحوتة في ديكورات وفي شرائر وفي منحوتة من القبل نفسه اليمنيين لا تصعب عليهم أنهم يبنوا بيوت من داخل القبال هنا يتفننوا بالفن المعماري هذا مثال حيد المنتزه السكون مثال مدرجات زراعية ممرات مائية واستغلال حتى للكهوف التي يتميز بها الجبل أهم ما يحتويه المكان في عمل هندسي متقن يعكسه مهارة وإبداع اليمني الذي تميز على مر العصور في نحت الجبال والصخور وتحويلها إلى قلاع وحصون ومنازل سكنية يقومون صنعاء يقومون من مكان بعيدة عشان يتأملوا لهذا المكان الرائع لأنه مكان جدا رائع وخاصة هناك غرف منحوتة ويعملون حفات عدميلاد أو مهرقانات خلال السنوات الماضية تحول المنتزه إلى مزار يجتذب مئات الزوار يوميا والقادمين من مختلف المناطق في المحافظة التي تعاني الحصار الخانق للعام الرابع على التوالي وتفتقد لمثل هذه المتنفسات للتخفيف من آثار وأوجاع الحرب تحفة معمارية وهندسية فريدة هكذا يبدو منتزه السكون حيث تحول إلى وجهة سياحية تستقطب الزوار بل وصار من أهم المعالم السياحية في المحافظة فوزي الحمادي قناة بلقيس من منتزه السكون في مدينة التربة تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر